بعد أكثر من عام على العدوان الذي دحر عن العاصمة وأهلها بعزم رجال البركان ها هو الظروك كوكلة جاء يتفقد باب رزقه ليجد أن نيران الحرب قد التهمت مصنعه الذي كان معداً لإنتاج بعض المواد التي تستخدم في البناء والتشيد باب رزق بالنسبة لي أنا هذا بالنسبة لي أنا أعتبر هو المدخل الوحيد لأننا حطيت فيه كل ما عندي حتى أننا يعتبر الدخل لي أنا ومنصد الرزق للآخرين اللي هما بيحصلوا وظائف من هذا المصنع الحقيقة يعني المصنع أصبح رماداً ومعه تغلق أبواب رزق 15 عاملاً جلهم من الليبيين فالأذى لم يطل صاحب المصنع فقط بسبب حرب شنها حفتر دون حساب لفتورتها التي دفعها المواطن وهذا المصنع اليوم هو إلا مثال عما أصاب أرزاق الناس والدولة بسبب العدوان فالمنطقة الممتدة جنوب طرابلس وقصر بنغشير والسواني تعج بعديد المصانع ومخازن الشركات ومحال مواد البناء نهيك عن مؤسسات الدولة كمقر شركة النهر الصناعي بخلة بنعون ومصنع مياه النبع بقصر بنغشير المصنع وفر عمالة محلية لبعض الشباب وكنا نشغلين وصل التصنيع عندنا من بعض الشباب إلى 12 و15 فرد من مواطنين لتشغيل وكنا نسعى إلى تطوير المصنع حتى نزيد في عدد العمالة المحلية ونضرب الشباب على كيفية عمل منتوجات المصنع انتهت الحرب لكن المعاناة مستمرة فهناك من ودع أحبابه ممن كانوا ضحية استهداف المدنيين بأحياء عروس البحر وهناك من وجد منزله مدمرا أو متضرر والبلاء الأكبر جراء هذه الحرب هو ما خلفته مرتزقة وميليشيات حفتر من ألغام مزروعة بشوارع ومنازل جنوب طرابلس